موسيقى إذا الرب تعامل معاك وإنت فعلا مؤمن بالمسيح يسوع بغض النظر سواء من خلفية إسلامية سواء من خلفية مسحية أو من أي خلفية أخرى أنا بشجعك اليوم أنه فعلا في قوة في إنجيل المسيح وفي الشهادة من أجل يسوع المسيح فأنا بشجعك اليوم نفس الدعوة اللي كانت الأسبوع الماضي فعلا اليوم تصمم وتقرر في حياتك أنك تتقدس وتقول يا رب كرسني أنا عاوز ألتزم أكون فعلا مكرس تكريس كامل لإلك أحبك من كل القلب ويكون عندي طاعة وولاء كامل لشخصك الشيء الثاني إحنا بعدنا بشهر نوفمبر في أمامك سنة أنا بتحدى كل شخص مؤمن ما بديك بس تسمع هذه الحلقات وبصراحة يعني أكيد في حلقات مكررة وأكيد يمكن دوشنا الكوراسكو في تعاليم كثيرة وأكيد في ناس عم تفتح التلفزيون وبتمشي القناة منحس بهذا الشيء لكن كل الأمر اللي إحنا منكرس طاقات كبيرة حتى نوصل رسالة من خلال الإعلام من خلال الميديا سواء في البث المباشر أو البرامج الأخرى أو الفيسبوك أو التواصل عن سكايب الإنترنت الأبس في أي وسيلة إذا ما قدش ما عملش لإلك هذا الشيء إنك أنت فعلا تحب الرب من كل القلب وإنك أنت تبتدي تلتزم تقرأ كتاب المقدس اعمل لي كل المؤتمرات صلي لي كل الصلوات احضر لي كل البرامج اعمل كل الأعمال قولت باركنا من هالمؤتمر ومن هالبرنامج ومن هالكنيسة إذا أنت ما بتقرأ الكتاب المقدس علامة سؤال الشيء الثاني وهذا التحدي إذا أنت ما بتشهد معناته فيه شيء غلط كل إنسان سمعني منيح كل إنسان بيمتلئ بروح الرب هاي روح التكريس روح المحبة بيعودش فيه خوف إنك تشهد تتكلم للآخرين فأنا برضو بطلب منك اليوم تبعتلي رسالة تكتب اسمك والإيميل بتاعك حتى نضيفك لليستة الكثيرين صار في عنا أكتر من شيء حوال 400-500 شخص صمم إنه يربح نفس وحدة للمسيح فأنا بدي أكبر عدد ممكن من المشاهدين فعلا يقولوا معي اليوم بنعمة الرب أنا رح أشهد لنفس وحدة وبنعمة الرب رح أربحها بحب أسمع منك خبرنا في هذا الموضوع موسيقى ترجمة نانسي قنقر